احنا لسه بنتكلم عن التعليم بس فيه تعليم مختلف بدل التعليم الجامعي والجامعات الاهلية تعالوا نتكلم على الموسم الدراسي افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم المعرض الرئيسي لسلسلة معارض أهلا مدارس بالمناسبة كنت بتكلم لسه أنا وزماني وإحنا بنتفرج حتى على الافتتاح فأجمعنا كلنا بق واحد احنا بنحب الراجل ده بالمناسبة جدا يعني أنا لم أجد حد في مهنتنا ولا في غير مهنتنا بشكل عام إلا إذا كان يشكر في الدكتور مصطفى مدبولي والله العظيم ما بهذر أنا بكلم جد الناس بتحبه البني أدم العادي المواطن العادي أنا كانت مهيته بيحبه الناس بتحب الراجل ده يعني كانت جملة اعتراضية كده في النص بصراحة المعرض بتاع أهلا مدارس هو بالفعل مقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مدينة مصر حلو الكلام؟ طيب خلال الافتتاح أكد وزير التموين دكتور علي المصالحي أنه من المقرر أن يمتد المعرض خلال الفترة من 1 سبتمبر والمدة 10 أيام كويس؟ طيب بإجمالي كم معرض؟ بإجمالي 23 معرض رئيسي في المحافظات و 119 معرض فرعي ده بالإضافة لـ 33 شادر و 27 قافلة متحركة متنقلة و 500 مكتبة وتخفضات إن شاء الله إن شاء الله تبقى تخفضات حلوة كده تيسر على الأهالي وأولياء الأمور أنا زي ما كنت بقول لكم في أول حلقة من أكتر الحاجات اللي عجبتني كان تصريح لدكتور مصطفى النهاردة وقال سنة كل سنة المكون المحلي بيزيد والمنتجات المحلية بتزيد عندنا في معرض أهل المدارس ده اللي أنا عايز أقول لكم يا جماعة خد بالك إحنا لما بنيجي نصنع ونشجع التصنيع ونشجع المصانع والورش الصغيرة ونشجع الموجود على تقنين أوضاعه وإحنا مش هنقعد ندفن راسنا في رملة آه فيه ورش موجودة وبتعمل منتجات بس مش مقنين أوضاعه لا رخصة ولا سجل ولا بطاقة ولا هو موجود في منطقة صناعية كمان يعني طيب بتيجوا نقعد نفكر ونبقى إيجابيين وأنا أدعو في ذلك السادة المحافظين يسروا لا تعسروا أرجوكم لو سمحتوا يسروا ولا تعسروا عايزين نشجع المصنعين على التصنيع عايزين نشجع راغب التصنيع على التصنيع يعني إيه؟ يعني أنا لازم يبقى فيها عندي المناطق اللي أنا عارف أن أنا هقدر أن أنا أعمل لها منح مثلا لمجموعة من المصنعين كي تكون منطقة صناعية والله هي الحتة دي إحنا عايزين نعمل فيها جلود الحتة دي عايزين نعمل فيها مثلا صناعات ورقية الحتة دي هنعمل فيها زراعات أبتعدها أسف تصنيع للأعشاب الطبية والعطرية الحتة دي بنعمل مش عارف فيها تعبئة أو تغليف ملح الحتة دي بنعمل فيها كذا إلخ 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 يسر ولا تعسر أنا بيجي لي كم ناس تقول لنا يا جماعة إحنا عايزين المحافظين يشدوا حلوهم معانا إحنا طلبين منطقة صناعية وطلبين كذا بس لسه الأوراق بتنظر الأوراق تنظر على العين والراس تاخد وقتها على العين والراس لكن تطول أكتر مما يجب أنا عمليا كده بعطل المركب السير في محافظ سريع وفي محافظ بطيء أتمنى أن الكل يبقى إيه سريع